كثير من الناس يتصور بأن إذا فلان مثقف من الطراز الرفيع قال كلاما في بعد من الأبعاد مما هو متخصص فيه أو ليس متخصصا فيه يحتج بكلامه يقول فلان مفكر إسلامي قال هذا الكلام أو فلان عالم غربي نقول الوصف العنواني له المدخلية هذا المفكر قاعد يتكلم بما هو مفكر لا بما هو متعصب لملته أو لدينه أو لقومه أو بما هو غير مفكر مقلد كثيرا ما المفكر يكون في هذه القضية الخاصة مقلدة لا أكثر لنشوفه نحن في الخارج المشكلة الكثير من الناس يغريهم عنوان الشخص فيتصور أن كل ما صدر منه يصدر منه بما هو متعنون بهذا العنوان يعني الحيثية كانت لها مدخلية وليسة حتى عالم الدين الناس يتصورون إذا صدرت منه سيئتهم يحملون سيئة على الدين لم يصدر منه بما هو عالم دين بما هو متقي صدر منه بما هو من فلان عشيرة لأن طباع هذه العشيرة وعاداتها وتقاليدها كذا ففعل ذلك لذا سيرة غير المعصوم ليست بحجة تقرير غير المعصوم ليست بحجة المعصوم هو الذي فعله قوله وتقريره حجة أما فعل غير المعصوم مو معلوم أنه صادر من الحيثية العنوانية إذن هذا الأمر واضح وهذا يمكن في وقت آخر نتكلم عنه كم من الأخطاء في المجتمعات تنجم من أنه فلان مفكر أو عالم خلي أنشتاين يكون ذاقاء القلام عن الله سبحانه وتعالى مو شغلة أنشتاين تخصص أفرضه في الفيزياء وغير الفيزياء لكن لا ربط له بأن يتكلم عنه لله سبحانه وتعالى هذا المفكر العالم المعروف ستيفن هذا اللي الآن العالم كله يطبل له ويزمر هذا أنكر وجود الله أخيرا أثار ضجة في عالم ليش؟ هذا ليس شغلة المباحث الميتافيزيقية ليس شغلة أنت رجل عالم بالفيزياء ليس بالمورائيات بالظواهر الطبيعية شغلك ليش العالم يهتز للجهل؟ الوصف العنواني له مدخلية أنا راجعت نظريتها حتى شو الشي يقول شو قاعد يدخل في بحث فلسفي ما أنا روض بالشغلة أصلا نقاش فلسفي ناقش يعني يستدلوا على عدم الله باستدلال فلسفي من أرد أنواع الاستدلالات الفلسفية مستدلال فيزيوي لكن الناس يصورون ما دام هو نابغة في الفلسفة إذن في الفلسفة يكون نابغة أو في علم الكلام